ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مسؤولة أن تكون أسباب هذه الجريمة راجعة إلى خلافات عائلية وكشفت المصادر ذاتها أن الشاب قام بتهشيم رأس عمه بعد أن بغته بضربة عصى كانت في يده مسببا له نزيفا حادا أدى إلى وفاته دقائق بعد إدخاله المستشفى هذا وفور إشعارها بالجريمة انتقلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مقونة إلى المستشفى المحلي حيث تمت معاينة جوتة الهالك وبعدها انتقلت إلى دوار عفير التابع لجماعة أي تواسيف مصرح الجريمة من أجل توقيف الشاب والاستماع إليه بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف لمعرفة جميع ملابسات القضية